اهلا بكم عزيزي طالب الطالبات التعليم الفني في قناتنا قناة مصر التعليم الفني مع حلقة جديدة من برابجنا وحلقتنا النهاردة تكون مخصصة لطلبة الصف الاول من التعليم الصناعي طبعا التعليم الصناعي من نوعيات التعليم الموجودة عندنا واحنا عارفين عندنا اكتر من نظام في انظمة التعليم الفني النهاردة الجزء اللي احنا بنتكلم فيه هيكون مخصص لطلبة التعليم الصناعي اللي هو نظام التلت سنين والخمس سنين الصف الأول طبعا عندنا في تخصصاتنا اسمتها تخصصات كتير جدا النهاردة هنتكلم عن تخصص النسيج وبنبدأ أولى المواد الخاصة بالتخصص ده وهي مادة التراقيم مادة التراقيم هي مادة الحسابات الموجودة عندنا في تخصصنا وبها ببدأ أعرف يعني إيه خيط يعني إيه نمرض خيط يعني إيه سمك خيط بنحدد فيها السمك ومن الحسابات الموجودة عندنا بقدر أجيب حاجة كتير جدا مش السمكه بس ده أنا قدر أجيب الوزن ده أنا قدر أجيب كمان الطول مجموعة من الحسابات عندنا ومجموعة من القوانين البسيطة اللي إحنا لو تعلمناها بس من أول مرة هاللحظة أنها معنا لغاية سنة ثالثة أو نظام الخامسين لغاية سنة خمسة القانون مش هيتغير كله هيتغير بعد النقط الزيادة اللي أنا هفك بيها الجزئية اللي أنا حطيتها في القانون مثلا لو كلمنا عن الطول هو الطول بيبقى ممكن يكون واخده مباشر وممكن يكون واخده بطريقة غير مباشرة زي إيه غير مباشرة زي يقولك أنه عندي مثلا 20 خط طول الخط 10 متر لما أنا عندي 20 خط كل فتلة منهم طولها 10 متر يبقى الخط كله قد إيه اضرب إلى 20 في العشرة دي خطوة ممكن يزود لك خطوة تاني وقال لك لا ده أصلا أنا عندي الخط ده مطرح في مشت عدد أبواب المشت كذا وعرض المشت كذا هات انت بقى الخط كله بس أنا عندك طول السيدة اللي أنا عايزه 100 متر فأنت عشان تعمل الموضوع ده هتمشي خطوة 2-3 يعني كل الموضوع إن أنا هدور حوالين الطلب اللي أنا مفروض أجيبه أو الجزء المفروض في القانون اللي أنا عايز أعوض فيه بس عشان أجيبه محتاج أكتر من خطوة عشان أوصله فإحنا الأول في بداية تعليمنا أو في بداية معرفتنا بالنوع ده من القانون باخد الأرقام بتاعتي مباشرة بعد كده بابدأ توسع فيها بقى سنة بعد سنة لغاية لما وصل لسنة خمسة هالآن أنا بعمل كل المؤيسة بالكامل يبقى أنا بأخد بيانات بسيطة يعني بيانات أرقام بسيطة بس أولونا عايز وماش طوله كذا وعرضه كذا بس ومواصفات الخط بتاع السيدة كذا ومواصفات خط اللحمة كذا تفضل اعمله مؤيسة فأنت بتاخد الأرقام دي وتبدأ تحللها وتطلع المؤيسة جديدة أو تطلع مواصفات جديدة بناء على البيانات اللي أنت خدتها من العميل بتاعك طبعا الهدف في النهاية أنت هتتعامل بعد كده بعد تخرج مع عملة مش بتتعامل مع مدرسين بتوعك فبالتالي لازم تبقى عارف إزاي تتعامل إيه المسميات الموجودة عندك عشان تقدر تتعامل بيها وده كله هنعرفه مع بداية الصف الأول في الصف الأول عندنا في تخصص نسيج إحنا عندنا مجموعة من المواد الدراسية يمكن المواد الدراسية اللي معنا فهي بتعتبر مبادئ للتخصص بتاعنا وطبعا عندنا أبسط المواد اللي عندنا بداية طبعا إحنا حبينا نبدأ معكم بالتراكيم لأن هي بسيطة تشبه الرياضة فبالتالي تحولك من مرحلة الإعدادة للمرحلة السنة وتدرس حاجة فيها أجزاء رياضية فتبقى الموضوع بسيط لكن إنا ما عندناش المادة دي بس عندنا أكتر من مادة عندنا بعدها فيه مادة تراكيب نسجية ودي طبعا بتحول القماش اللي عندك أو الشكل اللي عندك من القماش عبارة عن تصميم بتعامل على ورق المربعات عندك بعد كده مادة الألات اللي فيها الأدوات والمخصصة اللي تخصصك برضو بنبدأ نفتتح فيها جزء مبدأي كده برضو إن شاء الله مع الحلقات الخاصة بالألات هنبدأ نستعرضها معاك بعد كده عندي مادة الخامات وتستعرض معاك كل الخامات الخاصة بالتخصص واللي بتدخل فيه عمليات الانتاج وبعد كده طبعا الأمن الصناعي طبعا من ضمن المواد الخاصة بإزاي تتعامل مع المعدات بتاعتك وانت آمن وفي نفس الوقت تتأمن المنتج بتاعك يمكن بندرسها برضو هي مادة بسيطة بس طبعا بندرسها بشكل بسيط برضو مع بعض وعندنا طبعا مادة رسم الفن وهي المادة الأساسية اللي عندنا بس فيه جزء في بداية الدراسة عندنا بيتكلم عن الرسم الهندسي وجزء بيتكلم عن التصميم فهي مادة مقسومة الجزئين بس في النهاية انت في امتحانك في النهاية بتنتحن برضو جزئين مع بعض كجزء واحد فرقة امتحانية واحدة طبعا كل مادة من دول بتبدأ تتطور مع السنة اللي بعدها احنا طبعا مع أول حلقة هنا احنا بنقول كل المواد بتاعتنا التخصصية وبنقول برضو ان كل مادة منهم ليها تطور فيما بعد هتكبر المادة هيتغير مسمىها يمكن مادة الخامة الموجودة عندك السنة دي في سنة أولى مادة الأمن هتشتغل معاك سنة أولى أو سنة تانية بداية من تلتة مش موجودة المادة في مواد تانية بتدخل عليها أما التراقيم فبتتحول لمسمى تخطيط الألات معاك لغاية سنة تلتة هي والتخطيط لغاية سنة خمسة برضو هيكمل سنة خمسة التراكيم النسجية معاك لسنة تلتة ديبلوم لو انت ديبلوم تلتة سنين أو هتكمل معاك لسنة خمسة النظام الخمس سنين طبعا برامجنا هنا طبعا يكون مغطية من أول الصف الأول لغاية الصف الخامس وبرضو هيكون معانا جزء مخصص للجدارات هتنعرفها لما تنزل الخريطة الرسمية الخاصة بقناة مصر التعليم الفاني تعالوا بقى نتكلم عن التراكيم والجزء اللي احنا بنتكلم فيه احنا دلوقتي بنتكلم عن حاجة اسمها أنظمة التراكيم انا عندي نظامين بندرسهم السنة دي وهو النظام المباشر والنظام الغير مباشر عندي نظام انجليزي ونظام بنسميه فرنسي نظام اسمه الوزن السابت والطول السابت هم كل المسامات دي مسامات لحاجتين مش أكتر من كده يبقى انا عندي طول سابت ووزن السابت الوزن السابت احنا نشتغله دلوقتي الطول السابت هنشتغله ان شاء الله مع التقدم فيه العرض المناهج بتاعتنا طيب الفرق من الاتنين ده طول سابت ووزن سابت طول سابت ده انا بعمل حسابي او بعرف تخانة الفتلة على مقدار الزيادة في الوزن اللي على اساسه فيه طول سابت تمام كده اما الجزء التاني اللي احنا نكلم عليه دلوقتي هو الوزن السابت وهنتكلم عليه باستفادة لانه هو موضوعنا النهاردة يبا النهاردة بحنا نتكلم مع الترقيم الانجليزي اللي هو مسمى له اسمي تاني اسمه الوزن السابت طيب بينقسم لإيه وبعرفه ازاي قبل ما نقولنا انقسم لإيه تعالوا نعرفه ازاي بنعرفه ازاي انا عندي شلة الشلة دي شلة خيط عارفين الشلة وكلنا الشباب اللي هوا كانوا بيجيبوا شلة الخيط عشان يعملوها بيطيروا بيها طيارة الورق المجموعة الخيوط دي او اللفة اللي انت جبتها دي اسمها شلة واختاها بالزبط موجودة عندنا في ورش النسيج بس مش بنفس الشكل وغير بنفس السمك انت بتجيب عشان تتلعب بالطيارة الورق دي انت بتجيب انواع مختلفة من الخيوط فيه الخيط البلاستيك ده ما بتكلمش عنه لان ده يعتبر خيط الصنارة زي ما احنا بنتسميه ده مش خيط بالنسبة لنا ده هندرسه برضو في جزء تاني في الخامات في الترمي الجاي لكن اعنا باتكلم عن الخيط المجدول اللي هو ببقى من القطن في الاساس اللي هو يشبه خيط التنجيد او يشبه خيط الخياطة احنا بننزل كمان اقل من خيط الخياطة اللي هو بتاع مكنة الخياطة بننزل ليه الخيط اللي بيشتغل عندي على مكن النسيج عندي كزا نوع من الخيوط فيه عندي خيوط طولية خيوط عرضية يمكن درسناهم فيه الحلقة السابقة لماد التراكيب نسجية وعرفنا ان فيه فرق ما بين خيط اللحمة وخيط السدى خيط اللحمة بيبقى مزوي من اكتر من فتلة وخيط اللحمة معلش بيبقى فردي مش مزوي من اي حاجة خالص بس البعض اللحم بيكون مزوي بيكون مزوي لو انا هعمل حاجة خاصة لكن في الاساس هو مفروض يكون مفرد فبيكون خيط ضعيف عشان كده بيشغله في خيط اللحمة اما خيط السدى لازم يكون قوي يتحمل الاجهادات فبالتالي بيقى مزوي من اكتر من فتلة وبيبقى ببعض الاحيان كم بنضيف عليه لازم نضيف عليه مادة تقوية صناعية عشان الخيط نفسه يتحمل اجهادات النسيج اثناء فتحه وقفل النفس ده بالنسبة لإيه ده بالنسبة لخيط السدى طيب الخيط دي اي خيط كده بجيبها وركبها عن مكان او خلاص ولا لها ارقام تعالى نقول الارقام دي تشبه ايه بالزبط اللي احنا على اساسها هناخد القانون دلوقتي اللي على اساس هنبدأ نحسب حساباتنا طول الايه الخمس سنين بتوعنا او التلات سنين والجزء ده مهم خلي بالنا منه لانه هو ده اللي هيبدأ يساعدنا في المرحلة الجاي طيب الفرق ما بين او الشبه ما بين الترقيم اللي احنا هنحطه للخيوط والترقيم التاني اللي انت بتستعمله في بيتك الترقيم التاني اللي انت بتستعمله في البيت هو ترقيم الملابس هل انت بتنزل تشتري القميس من غير ما تقول للمعرض اللي انت فيشتري منه القميس رقم القميس بتاعك مقاسه كم طب انت اللي ما بتقول له انه مقاسي 34 في الجنس او 32 في الجنس هو انت عارف المقاس اللي بينفع انت تلبسه فبالتالي لما بتقوله الرقم البيع اللي موجود معاك بيدخل بيجيب لك مجموعة الألوان اللي من البنطلون ده اللي في الرقم ده اللي انت هتقسها اذا لقيت حاجة واسعة او دياء او انت طالب المقاس ده هتعرف ان المصنع ده مش مظبوط تمام كده لكن انت عارف مقاسك عارف رقم اللي انت ديه هتلبسه سواء كان في القميس سواء كان في البنطلون سواء كان في الشوز كمان تمام كده؟ فأنت بتدخل على البيع أو المكان اللي بيبيع لك السلعة بتاعتك ده بتطلب حاجتك بالرقم ليه بتطلبها بالرقم؟ عشان تيجي مقاسك مظبوط ومع ذلك بتقس عشان تطمن إن المقاس مظبوط عليك يبقى الرقم اللي طلع به القميس بتاعك ده كان محسوب مظبوط تمام كده؟ ده احنا بنعمله فين؟ في الملابس فأنت بتبقى عارف إن القميس إذا كان مثلا مقاس 54 أو 42 سلم فأنت عارف إنه هو 42 سلم ده ماسك على الجسم بس رقم اللي بتاعته أو اللي ينفع تلبسه عندك يكون 42 ده مثال طب لو عملته مثلا في مقاس تاني للملابس اللارج والميديم واللارج والإكس لارج وأكتر من إكس لارج كمان فيه أكتر 2 إكس 3 إكس وهكذا إنت عارف برضو الترقيمات دي إنت تنفع تلبسها تمام كده؟ فأنت عارف مقاسك بناء على كده بتنزل للمحاكين اللي أنت تشتري منه الملابس بتاعتك وتقوله أنا عايز أميس رقم كذا تمام كده؟ ده عارف نا طب أنا كما أصنع ناسيك بقى عايز أجيب خيط وركبه عندي عن مكانة ويكون كل الخيط مظبوطة ما أنا لو في فتلة سميكة في وسط الخيوط بتاعت السدى أو اللحمة هتباني عندك على سطح القماش لما بتخلص إنتاجها طب هنعمل إيه بقى عشان نعمل الحكاية دي؟ لازم نحدد أرقام للخيوط لما أقولك هتلي مثلا شلة نمر الثلاثين فأنت عارف واللي في شلة جايلك من المغزن إن الشلة دي هو ده المقاس أو سمك الخيط اللي موجود عندك فين على إيه؟ على المكانة أنت بتكمل خيوط عندك فبالتالي ما ينفعش أجيب فتلة سمكة أكبر أو سمكة أقل فبالتالي لازم نلجأ لإيه؟ نلجأ لطريقة لتصنيف الخيوط أو حساب سمكها بطريقة إيه؟ بطريقة علمية عشان أقدر أخد السمك بتاعي المطلوب عشان كده بنلجأ لإيه؟ لمادة التراقيم وبنلجأ للقوانين الخاصة بيها طب تعالى بقى نبدأ نقول الأول هي بتتعامل إزاي أو بتتحسب إزاي؟ أول حاجة عندي هنحاول نعمل مثال كده بسيط على الورق عشان نعرف نفرق ما بين الأنواع بتاعتي وما بين إزاي الأول تراكم احنا لا أقول لا أعزين نعرف يعني إيه تراكم إنجليزي ويعني إيه وزن سابت والتراكم إنجليزي هو الوزن السابت تمام؟ فانا كل هعمله هنا هقول أنا عندي مثلا مجموعة أو إناء مثلا ادي الإناء بتاعي مثلا أقول الدايرة دي هاي بتمثل الإناء بتاعي وهنقول إذا كان الإناء بتاعي ده أو المكان بتاعي ده فيه حاجة واحدة بس تمام كده؟ فهقول إن الخط ده رقم واحد الحاجة دي هتكبقى شلة إذا كان في شلة واحدة بس وهي في قلب الإناء واجاوزين الإناء ده وزنه واحد رطل تمام كده يبقى الخط ده نمرت واحد لأنه هو فين لأنه هو في قلب المكان اللي وزن وطلع وزنه إيه واحد رطل يبقى ده خط نمرت إيه واحد واحد إيه بقى واحد قطن ولا كدتان ولا ورست ده اللي هنعرفه طيب لو في الحالة دي نفس الموضوع بس طلع وزنه واحد رطل بقوا اتنين يبقى الخط ده نمرت اتنين تمام كده بقوا تلاتة يبقى الخط ده نمرت تلاتة بقى اربعة يبقى كل ما بيزيد العدد بس الوزن سابت يبقى العدد اللي موجود في قلب كفة الميزان بتاعت دي هو ده نمرت الخيط معنى كده أن نمرت تلاتين عبارة عن تلاتين شلة موجودة بس وزنها كام واحد رطل يبقى أنا هنا سبت التلاتين وسبت الوزن واحد رطل يبقى الخط ده نمرته كام نمرته تلاتين تمام كده طب تلاتين ايه بقى هو ده بقى اللي عندي بعد كده تلاتين قطن ولا كتان ولا وريستد ولا ويلين اعرفها ازاي كل نوع خط منهم له طول سابت ايه هو الطول السابت ده او احنا بنسميه طول الشلة لو كان قطن تعالوا كده نشوف كمان بقى الفرق ما بينهم إذا كان قطن يكون طول الشلة بتاعتي 840 يارضة طب فيه حاجة تشبه القطن اه الحرير الطبيعي اللي هو اللي بنسميه اللي هو الدرجة يعني منكم نكون درجة تانية او درجة تالتة اللي هو قيوط متقطعة يبقى حرير طبيعي وحرير صناعي بس مش الحرير الفتلة العادية بتاعتي لأ ده حرير شعيراته كانت قصيرة وغزلته بطريقة تانية غير طريقة الغزل الاساسية بتاعته فبيطلع لي ايه؟ بيطلع لي النوع الجديد اللي احنا بنسميه الحرير او ترقيم الحرير اللي ايه؟ اللي يشبه القطن ده طب برضو طول السابت بتاعه هيكون ايه؟ اه 840 يارضة يبقى أنا عندي 840 يارضة للقطن وليه بيغزل على طريقته بعد كده عندي طبعا اللي بيغزل على طريقته الحرير ونسميه في الحالة دي اسمه حرير مغزول مش الحرير الطبيعي عشان في فرق بين اللي اتنين وهندرس طبعا الحرير ده من ضمن الخامات اللي برضو هندرسها بس هندرس الطبيعي بقى وندرسه مع الطول السابت مش مع ايه؟ الوزن السابت يبقى الحرير المغزول اللي شعيراته كانت قصيرة بيتغزل على طريقة الايه؟ القطن وفي الحالة دي طول شلته كام 840 يارضة طيب الحرير الصناعي المغزول برضو كانت شعيراته قصيرة وجمعتها مع بعض وعملت لها عملية غزل بنفس طريقة القطن فبالتالي برضو شلتها طولها كام 840 يارضة احنا كنا بنسبت اطول الشلل طيب لو كانت كتان طول شلت الكتان 300 يارضة يبقى انا عندي 840 قدر رقم الاولاني 300 الرقم التاني طب بعد كده انا بنتعرض لترقيم تاني وهو ترقيم الصوف ترقيم الصوف انا عندي ترقيمين للصوف ترقيم الصوف الورستد وهو الاعلى جودة وده السابت بتاعه 560 يارضة ترقيم الصوف الولن 256 طب تعالوا بقى عشان نأكد عليهم عشان تشوفوهم وما ننساهمش مرة تانية هنقول القطن وما يغزل على طريقته القطن 840 وما يغزل على طريقته الحرير طبيعي مخزول طبيعي او صناعي تمام؟ يبقى ده طبيعي او صناعي تمام؟ طولهم كام؟ 840 طيب بعد كده الكتان طبعا الكتان من الالاف النباتية طول شلته 300 يارضة بعد كده هندرس الورستد ده صوف والولن ده برضو صوف الورستد 560 يارضة الولن 256 يارضة هو ايه اليرضة اصلا؟ اليرضة ده نوع من انواع الاطوال عندي انا عندي الطول بالمتر ده مياس طول احنا عارفينه ودرسناه في الابتدائي ودرسناه في الاعدادي ودرسناه اكتر من مرة وعارفينه وعارفينه ان هو بيتحول ممكن المتر ده يتحول لكيلومتر يتحول لسنطي يتحول لبوصة بعمل عملية تحويل ليه؟ عشان اعرف النفس الطول ده يبقى طوله ايه لو كان بالنظام طول تاني يبقى ده من ضمن انظمة الطول بتاعتي ولو تحويلة كمان عشان اقدر ان اشتغل عليه فبالتالي انا لازم ابقى فاهم التحولات ممكن الجزء الاولاني من منهجنا في المشكلة ده لازم اكون عارف كل البدايات او المبادئ الخاصة بالجزئية بتاعتي او المادة بتاعتي فتعال احنا بنتكلم عن الاطوال يبقى انا كده عندي اطوال وعندي ايه وعندي اوزان طيب تعالا كده نشوف الاطوال والفرق ما بينهم والاوزان والفرق ما بينهم انا هنا عندي ايه عندي طول والطول ده بيبقى طول بالياردة تمام كده طب انا عايز احوله مبدئيا كده عشان ابقى فاهم بساعة التحولات ايه اللي هحفظه في التحولات اول حاجة عندي من نسبة ليه الطول انا عندي الطول اساسا عندي لازم يكون ايه بالياردة طول بالياردة طول اليارضة ده لازم يتحول عشان أحوله لازم أبقى فاهم أنا بحول ليه هحول ليه هحوله المتر تمام؟ من يارضة المتر محتاج أقول أن يكون عندي أضرب في 32 على 35 طيب من متر اليارضة هنحول اليارضة أنا أحتاج برضو التحويلة دي معنا برضو هتبقى في 35 على 32 طيب هنا في مشكلة مدى الرقمين شبه بعض وأنا لما جاء تشتغل في المسائل هتوه ما بين الرقمين هقول لك على حاجة ظريفة تخليك ما تنساش التحويلة ما بين المتر اليارضة ومن يارضة المتر اليارضة هنا أول حرف فيها إيه؟ حرف اليه طيب تعالها كده على الاتنين دي لو عملناها كده هتبقى إيه؟ يه؟ يارضة يه يبقى الاتنين وتلاتين فوق طيب تعالها على المتر المتر أول حرف فيه إيه؟ ميم المتر اللي حولت الخمسة بقت ميمة هي يبقى ميم متر يبقى الـ 35 فوق يبقى أنت كده فرقت بين الاتنين يارضة أولها إيه؟ يبقى الـ 32 على الـ 35 تتحول لمتر متر أوله ميم يبقى الميم ديش بقى الخمسة بقى 35 على 32 هحول إيه؟ ليرضة يعني لو عندي ميت يارضة عايز أحولهم لمتر هضرب في 32 على 35 والناتج هيكتب جنبه متر ميت متر عايز أحوله ليرضة هضرب في 35 على 32 والناتج هيكون بالإيه؟ باليرضة فهمنا كده التحولات دي أسهل وقارب تحويلة لنا عشان نقدر نشتغل فيها مع بعض طيب كل ده إحنا لسه ما وصلنش للقانون ده إحنا بنتكلم على تحولات تحولات طول وتحولات وزن تعالى نشوف تحولات الوزن بقى تحولات الوزن أنا عندي هنا بقى الوزن عندي مفروض بالرطل لازم أعرف من الرطل الحاجات اللي أحول لها ومن الحاجات اللي أحول لها للرطل الرطل عندي طبعا من أنواع الأوزان اللي عندي المهمة هنقول الرطل بيساوي 456 جرام خد بالك إحنا هنعكسهم تاني هيساوي 16 أقية أقية اسمها أنس عندنا تمام كده؟ يبقى من الرطل لجرام 456 من الرطل الأقية 16 أقية عندي تاني مجموعة من التحولات أنا عندي كده في الجرام وفي الأقية خلينا ناخد الاتنين دول مع بعض ونعكسهم يبقى من جرام لرطل بقى هعكس هتبقى من جرام لرطل واحد على 453 وستة من عشرة من أقية لرطل هتبقى واحد على 16 طيب من رطل الكيلو جرام من رطل الكيلو جرام هنا كسر واحد على اتنين علامة 205 كيلو جرام نعكس اتنين علامة 205 هتبقى كل الكلام ده طالع بالرطل تمام كده؟ يبقى دي التحولات اللي عندي المبدئية اللي احنا هنشتغل عليها طب هتتحطي ازاي في القوانين ده برضو هنشوفه احنا بنبدأ نحل المسائل نطلع بقى على أهم حاجة وهي القانون القانون بيتعامل عبارة عن ايه؟ هناخد دلوقتي ازاي نفسر القانون عشان ما ننسهوش طول فترة دراستنا على مدار 3 أو 5 سنين هنعيزك طول ما انت في مرحلة الدبلوم تكون فاهم معارف ازاي بتتعامل مع النوع ده من القوانين تعالى نقول ان النمرة احنا قلنا عبارة عن ايه؟ عدد الشلل لوزن ايه؟ الموجودة او اللي بتزن رطل واحد النمرة هي عدد الشلل التي تزن ايه؟ رطل واحد خلي بالك من التعريف ده النمرة عدد الشلل التي تزن رطل واحد معنى الكلام ده ان لو رحت على كافة الميزان وحتيت فيها عشر شلل يبقى الخدى نمرة كام؟ عشرة مهوزناها رطل طيب لو حطيت 20 شلة وروح توزنهم لقيتهم اتنين رطل عشرين شلة روح توزنهم لقيتهم اتنين رطل اه الناس بتقول ده نمرة عشرة ليه نمرة عشرة؟ انت اسمت العشرين على اتنين مين العشرين ومين التنين؟ عشرين كانت هي عدد الشلل والالتنين كانت هي الوزن حلو جدا طب تعالى بقى نفسر الكلام ده على قانون النمرة بتساوي بتساوي انت قلت لي عدد الشلل عدد الشلل مش انت قلت عشرين عدد الشلل على الوزن بالرطل اللي هي اللي اسم عليها اللي هي كاتل اتنين يبقى هنا بوزن رطل تمام كده عدد الشلل على الوزن بالرطل انا ما عنديش شلل بس ده انا عندي في بعض الاحيان اطوال لازم اعرف عدد الشلل دي بتتفك ازاي تعالى نفك عدد الشلل دي ونقول ان عدد الشلل دي عبارة عن طول باليرضة تمام مقسوم على طول الشلة خد بالك الحتة دي كده على بعضها بتمثل دي عشان هنطلع على القانون الاكبر بقى الحتة دي بتمثل الجزئية دي طب تعالوا نفك الكلام ده ونقول هنشتغل برضو بألوانهم مع بعض هنقول برضو النمرة بتساوي وزن بالرطل عادي احنا عارفينه تمام كده طيب والبقيين انا حطت الجزئية دي هنا ازاي تعالوا نحطها بألوانها عشان نكون فاهمين هي تتحطي ازاي هنا هيقول لي طول باليارد تمام كده في طول الشلة شفت انا جبتها من القانون حولتها ازاي نقلتها بالشكل ده اصبح ان الجزئية دي بتمثل ايه بتمثل عدد الشل يبقى بقول طول اليارد على طول الشلة هيديني عدد الشل الوقت سمعها على الوزن هيديني ايه هيديني النمرة المطلوبة طب عدد الشلل دي هي سابتة يعني هي طول الشلة معلش شوى طول الشلة سابت لا ده انا من شوية كنت بيديك ارقام طول الشلة دي ممكن يكون 840 ده لو كانت قطن او ما يغزل على طريقته ممكن تكون 300 لو كانت كتان ممكن تكون 560 لو كانت ورستد ممكن تكون 256 لو كانت ورستد من اللي هيحدد ده المسألة اللي هتكون معايا وابدأ احل عليها الشغل بتاعي كده احنا فهمنا القانون بتاعي ده اول قانون اللي هو قانون النمرة قانون النمرة بيساوي ياما عدد الشل على الوزن بالرطل او بيساوي طول بلياردة على الوزن بالرطل في طول الشلة بستعمل ده امتى بستعمل ده امتى لو جالي في المسألة وطلب مني احسب النمرة وداني فيها طول الشلة وداني وزن هحسب بالشكل ده اما اذا داني نوع خامة وطول بلياردة ووزن هستعمل القانون ده يعني مثلا قال لي ايه خط نمرت خط طوله 300 ياردة ويزن اتنين رطل من خط قطن مثلا طوله الرقم ده ووزنه الرقم ده يبقى انا هستعمل ده طب قال لي عندك 20 شلة من خط قطن يزنه كذا يبقى انا هستعمل القانون الاولاني طبعا مع حل المسألة هنبدأ ان احنا نشوف الكلام ده ازاي بيتحل وازاي بنقدر نحنا نتعامل معه طيب بعد كده تعالى بقى نشوف مثال كده بسيط ونشوف هنبدأ نتعامل معه ازاي بيقول لي هنا ايه بقى ما معنى خط رقم 10 حرير حبوة حرير طبيعي مغزول طبعا هنا هقول له يعني 10 شلة طول كل شلة 840 ياردة وتزن جميعا رطل انجليزي واحد ده اللي احنا كنا لسه بنقوله من شوية طب تعالى على حاجة تانية بيقول لي مثال هنا بقى بداية الامثلة بيقول لي خط من الحرير الطبيعي المغزول طول الرقم الكبير اللي معنا ده 394 ألف متر بداية التحولات من نمرة 50 فما وزنه بالرطل كده انا اتحولت مش بحسب نمرة انا بحسب وزن ده انا لسه ما خلصت الشغل النمرة ازاي هشتغل وزن لأ هقول لك انا حاجة بسيطة القانون واحد تعالى بقى نفق القانون عشان نقول ان القانون ده كمان بيشتغل اكتر من حاجة مش حاجة واحدة بس احنا من شوية هنا نطلع كده على الورق ونقول ان القانون بتاعي كان بيقول ايه النمرة بتساوي ادي النمرة بتساوي احنا قلنا طول بلياردة على وزن رطل في طول الشغل اللي هو احنا هنسميه سابت دلوقتي تمام كده طيب انا هنا عايز ايه المسألة اللي معايا بيقول عايز الوزن طبعا الناس الشطار في الرياضة احنا طبعا عارفين المواد بتاعتنا مكملة للمواد اللي بنسميها احنا ثقافية لكن ايه في الحالة دي احنا مش بنسميها او مش بنهملها هي ثقافية بس احنا بنحتاجها في تخصصنا فبالتالي الرياضة عندي في التخصص بتاعنا مهم هنقول هنا نعمل طرفين فاسطين هو هنا طالب ايه في المسألة اللي معايا هو طالب الوزن هو هنا في الحالة دي طالب جزئي دي عايز يحسبها في الحالة دي طبعا احنا قلنا ايه اللي قدامه المجهول هينزل تحت اهم النمرة والوزن بالرطل والسابت التلاتة دول على خط واحد الطول باليارضة مع الواحد دول على خط واحد دي معلومة ودي معلومة ودي معلومة دي مجهولة لكنها مع الاتجاه ده ودي معلومة طب في الحالة دي هنقول ايه هنقول الوزن رطل بيسابل فيه شرطة الكسر عندنا وهنقول الطول باليارضة والوزن يبدل مع النمرة والنمرة هتدخل مكانه نمرة في سابت تمام كده عرفنا كده التبديل ازاي طبعا انا اقدر من قانون واحد اقدر احل كزا حاجة فبالتالي انا اقدرت اسطنبت من القانون الاساسي قانون تاني اللي هو قانون الوزن بالرطل وقلنا هنا في الحالة دي ايه النمرة القانون الاساسي بيقول النمرة بتساوي طول باليارضة على الوزن بالرطل في سابت لما جيت اطلع الوزن برا اللي اتنين كانوا على خط واحد النمرة مع الوزن فده بدل مع ده وظهر القانون الجديد اللي معايا بيقول لي الوزن بالرطل بيساوي طول باليارضة على النمرة فين في السابت تقول لي رقم كبير جدا نمرته 50 النمرت دي طبعا النمرت حريط طبيعي مغزول في الحالة دي السابب بتاعه ايه 840 طب تعالوا كده هنعوض على الارقام هنا هو ونرجع نشوفها على الجهاز هنا بيقول لي الرقم الطولي اللي عندي بيقول لي 394000 تمام كده وقادي النمر 50 وقادي السابب 840 كده ده اللي انت مفروض تعوضه في قلب المسألة بتاعتك يبقى في الحالة دي هنقول بيساوي الرقم بتاعنا ده 394123 على 50 في كام في 840 طبعا ده رح مطلع على طول الوزن بتاعي الوزن بتاعي في الحالة دي هيساوي ايه بقى هيساوي تعالوا نشوف كده هنا برضه قال الطول باليارضة على النمرت في طولي الشلة تعالوا بقى نشوف كده التعويض قد الرقم الاولاني اه دي هنا طبعا لاني عندي متر ده الجزئية اللي احنا بنتكلم فيها بقى التحولات خلي بالك هنا الطول بالمتر يعني هضربه في كام فاكرين بداية التحول احنا قلنا كام متر ميم يعني 35 في كام في 32 طب تعالوا بقى نشوفها كده اكتر على الورق طبعا عشان خاطر الجزئية دي هتكون مهمة جدا احنا نقدر نشوف اعمالية التحول بتتم ازاي؟ هنا طبعا هيقول لي ايه؟ الوزن بالرطل المسألة اللي معانا الوزن رطل هتساوي احنا قلنا عندي تلاتة تسعة اربعة واحد اتنين تلاتة تمام كده؟ ده طول بس الطول هنا بالمتر هنضرب في 35 على 32 مش 35 دي ات من متر اليارضة اللي احنا كنا لسه حاسبينها هنضرب الرقم ده في 35 على 32 تمام كده؟ في 50 دي النمرة في 840 دي ايه؟ الطول السابت الخاص بالحرير الطبيعي المغزول الناتج هنا هكتب جنبي ايه؟ هكتب جنبي رطل تقريبا هتبقى حوالي 10 رطل ده الناتج بتاعنا طبعا الناس ممكن تحسبها على القلة حاسبة ونشوف الرقم ده هيساوي كان تمام؟ كده احنا حسبنا الشكل بتاعنا وعرفنا التحويله وكان اهم جزء عندي هو في المسألة دي هو طريقة التحويل دي لما يكون عندي طول بالمتر هتحسبه ازاي؟ فبالتالي يبقى هضرب الرقم بتاعي ده في 35 على 32 طب انا لو جيت اعوض في القانون انت انت كنتش حاطت دي هنا هون انت كنت حاطتها الناحية دي هقول لك لا انت كده كده وانت بترس الارقام انت حر في واضح الارقام كان ممكن احط الخمسين دي هنا كان ممكن احط التمينية واربعين هنا مش تفرق معي المهم اعبقى فاهم ان الرقم ده والرقم ده موجودين عندي في قلب القانون بالاضافة للرقم بتاعي ده تمام كده؟ طيب بقى انا هنا جبت الوزن بالرطل بتاعي ولازم التمييزات تكون موجودة في بداية المسألة وفي نهاية المسألة احسب الوزن بالرطل بقى الوزن بالرطل او كلمة الوزن بس وابدا ان انا احسب وفي النهاية اكتب الرطل بتاعي بخلاف النمر بيبقى ليها مسميات تاني تعالوا نشوف مثال تاني بيتكلم برضو عن الجزئيات دي وطبعا هنشوف مجموعة من الامثلة كبيرة وكتيرة جدا موجودة معانا اثناء فترة ادراسة بتاعتنا وكل الامثلة بتاعتنا بتصب على جزئ معينة يبيحسب الطول يبيحسب الوزن يبيحسب النمر مع اختلاف التراقيم يعني هنا شغال تراقيم انجليزي قلنا تراقيم انجليزي عبارة عن ايه عبارة عن وزن سابت وبغير له الاطوال وزن سابت وبغير له الاطوال بمعنى اكبر انا بيبقى عندي حجم مثلا انا هشيل فيه بالوزن وليكن هنقول سلعة من السلعة اللي هنستخدمها مثلا الخرطوم الخرطوم بتاع المياه مش خرطيم المياه ليها مقاسات كبيرة ومقاسات صغيرة في منها الرفايع وفي منها السميك لو قطعت متر من كل واحدة منهم وجيت وزنت الاطوال اللي موجودة عندي دي هل ان الاوزان مختلفة ليه انت سبت الطول ده جزء تاني عندنا طب لو انت عايز تسبت الوزن هتلقى السميك ده منه كمية قليلة والرفايع ده منه كمية كبيرة فبالتالي ده يعمل لك تغير في الحسابات بتاعتك انا ليه اختارت الخرطوم لان الخيوط عندنا بتشبه في الشكل او في المظهر او في الوضع بتاعها موضوع الخرطيم طيب يبقى معنى كده ان كل ما بيزيد السمك بتاعي هيقل الطول ويه الرقم هيتغير بمعنى اصح لو انا عندي عدد كبير من الشلل ووزنهم واحد رطل يبقى الرقم الكبير ده هو الرقم الجديد بتاعي طب كان الرقم قليل هيبدأ ان انا ايه هقلل ايه الرقم بتاعي اللي هكتبه وفي نفس الوقت الوزن بقى ثابت مش فاهمين الحتة دي طب نفهمها اكتر ازاي تعالوا نقولها لك بطريقة بسيطة انا دلوقتي عندي عشر شلل وزنهم رطل تمام كده العشر شلل وزنهم رطل دول هيكونوا رفيعين ولا هيكونوا الخط بتاعهم سميك دي برضو مشكلة اكبر لازم برضو نفسرها يعني ايه خط رفيع يعني ايه خط سميك وهل اللي انا كتبته ده او اللي انا قلته ده هيفرق ما بين الخيوط السميكة ورفيعة تعالوا نمسل الكلام ده بمثال انا هنا عندي خيوط رفيع وخيوط سميكة تعالوا كده نشوف الشكل ده ادي فتلة رفيع ودي فتلة سميكة شوية ودي فتلة هنعملها الدبل كده هنأتبرين دي فتلة واحدة وهكذا واكتر تمام انا عندي مثلا ممكن تكون الفتلة دي نمرت عشرة والفتلة دي نمرت خمستاشر والفتلة دي نمرت تلاتين ايه الفرق ليه الرقم ده وليه الرقم ده وليه الرقم ده احنا اتفقنا ان الوزن الاطوال دي هتبقى متغيرة بس الوزن هنا هيبقى سابط دي كان وزنها رطل ودي كان وزناها رطل ودي كان وزناها رطل تمام كده طب يعني ايه الكلام ده يعني ايه عشرة ورطل يعني ايه خمستاشر ورطل يعني ايه تلاتين ورطل عشرة ورطل معناها طبعا نتكلم عن خيامة من الخامات اللي عندنا ولكن احنا بنتكلم عن القطن في بداية منهجنا هنقول ان دي عشرة قطن خمستاشر قطن تلاتين قطن يعني ايه الارقام دي عشرة قطن يعني عشرة شلة طول كل منها تمنمية واربعين ايه يارضة مش احنا قلنا الطول عندي باليرضة او طول الشلة دي هيبقى هو الجزء الخاص بالخامة بتاعتي الوزن الاجمالي بقى بتاع العشرة الشلة دي ودازن راتل ده وزن اجمالي عائد على العشرة تمام كده طب ده بالنسبة للعشرة طب للخمستاشر زيها هنكتب كل الكلام ده بس هنشيل العشرة ونحط مكانه خمستاشر دي كذلك برضه هنشيل العشرة ونحط مكانها تلاتين طيب معنى كده ان العشرة السميكة ولا التلاتين هي السميكة من الرسمة اللي قدامنا بيتقول ان العشرة السمكها اعلى من التلاتين يبقى كل ما رفع او السمك او قل السمك زاد الطول والوزن سابت تخد بالك عشان دي برضه جزء من الاجزاء اللي احنا بنقرن بها وبنعرف بها التراقيم عندنا في الامتحانات كل ما زاد السمك السمك بيزيد الوزن بيقل ولا بيتغير لا الوزن هنا سابت انا سبت ايه الوزن مشان شغال وزن سابت الوزن سابت الوزن بقى عندي ايه واحد رطل كل ما زاد السمك ايه يحصل للطول الطول هيقل مش الثمك بيزيد الطول هيقل يبل بيأسر على الطول هو السمك واللي بيأسر على السمك هو الطول الطول زاد السمك ايه هيقل الطول قل السمك ايه هيزيد يعني عشرة شلة اضرب عشرة في 840 هيديك طول طب 30 شلة اضربها في 840 هتديك طول برضه قارن الطولين دول ببعض هتلاقي ايه هتلاقي ان النمر الثلاثين طولها كتير وكبير نمرت عشر طولها قليل يمكن التلت تقريبا فرق ما بينهم بين بعض هيكون فرق التلت في الطول يعني العشرة شلة طولهم تلت النمر الثلاثين يعني مثلا لو العشرة شلة كان طولهم 1000 متر يبقى نمر الثلاثين هيكون طولهم مثلا 3000 متر ده الفرق ما بينهم ففرق كبير ده بيعرفني ايه بيعرفني السمك في الحالة دي لما يجيه قولي ايه قارن ايهما ارفع ايهما ارفع ساعات بيجي يديني مسائل ويقولي احسب النمر للخيوط دي ويديه النمرت خطن طوله كذا ونمرت وزنه كذا طوله كذا ووزنه كذا خمس خيوط دي مسألة عندنا واضح نستعرضها معكم ان شاء الله في الحلقة الجاية انا بقى عندي خمس خيوط بقولك بقى بعد ما تخلص حساباتك دي قولي ايهما ارفع يبقى في الحالة دي اللي رقمه كبير هو الارفع ولا الرقم صغير لما يحسب الحسابات لقى في خط نمرت عشرة ونمرت خمستاشر ونمرت تلاتين ونمرت اربعين ونمرت ستين ايهما ارفع هيكون ستين ايهما اسمك او السمك بتاعه عالي نمرت عشرة يبقى كل ما قال للرقم اللي يحصل للسمك السمك زاد كل ما زاد الرقم السمك قال لها بيزيد الرقم بيزيد عدد الشلل بيقل سمك الخيط لها بيقل الرقم بتقل عدد الشلل بيزيد سمك الخيط يبقى عندي فتلة سميكة وفتلة رفيعة الفتلة السميكة رقمها قليل الفتلة الرفيعة رقمها كبير خلي بالك وركز قوي عشان الكلام ده هيتعكس معاك بعد حلقتين ثلاثة كده وهنقول العكس بس خلينا في الترقيم الانجليزي إذا زاد سمك الخيط قال لي إيه؟ قال رقمه إذا زاد سمك الخيط قال رقمه في الترقيم الوزن السابت إذا قل سمك الخيط زاد رقمه إذا قل سمك الخيط زاد رقمه يعني نمرت عشرة ونمرت ستين أيهما أسمك عشرة أيهما أرفع ستين نمرت ستين ونمرت أربعين أيهما أرفع ستين برضو أيهما سمكه أعلى نمرت أربعين طيب احنا عندنا في الخيوط عندنا الرقم الدارج عندنا في اللحمة تقريبا بيبدأ من 24 نملة 24 درجة في وسط في الوسط الصناعات النسجية نملة 30 أشهرهم برضو نملة 60 على 2 بتدي 30 برضو بتدي في شكل سمك 30 لكن بتتكون من فتلتين كل فتلة نملة 60 وده برضو هنعرفه أكتر مع التراكين وإحنا شغالين عليها واحدة واحدة طيب فهمنا كده الفرق ما بينه الكلام ده تعالى بقى نرجع للمسائل بتاعتنا وتشوف مسألة جديدة المسألة اللي معنا بتقول ايه بتقول خط يازن 32 قوقية من حرير طبيعي مغزول نملة 10 فأوجد طوله باليرضة هنا أنا عايز أحسب ايه عايز أحسب طول باليرضة خلي بالك هنا بقى في قانون جديد يعني كده تقريبا احنا بناخد كل القوانين النهاردة مع بعض القانون الجديد ده أصطنبته ازاي من القانون اللي حضرتك قلت لنا عليه ان القانون ده ثابت انا كده عندي شكلين للمسائل خطوهم غير الشكل الاساسي الشكل الاولين اللي كان في المسال القابلي ده تكنا بنحسب الوزد الشكل الجديد ده انا بحسب الطول طب احسب الطول ازاي من القانون اللي انت الدهولي اللي هو بتقولي عليه بسيط وبتقولي كمان انه هو يفضل معي الغاية لما اوصل مرحلة الدبلوم 3 سنين او لما اوصل مرحلة الدبلوم 5 سنين هل الكلام ده حقيقي ولا لا ده طبعا اللي احنا هنستعرضه مع بعض وهنشوفه طبعا مع التطور المادة في السنوات اللي جاية طب تعالى نقول ان عندي القانون النمرة عندي بيقول ايه نمرة بتساوي مش احنا قلنا ان هي عبارة عن طول يرضى على وزن ركل فيه ثابت احنا قلنا نخصاميه ثابت دلوقتي تمام كده مش ده القانون الاساسي طب هو عايز يامل طرفين فاسطين عشان يحسب الطول احنا قلنا دايما اللي قدامه المجهول بينزل فين بينزل تحت ده في الحالة دي ده معلوم وده معلوم وده معلوم وده معلوم وده اللي مجهول مش عارفه عايز احسابه طبعا شطر الرياضة هيقوله ايه هيقوله الطول باليارضة في الحالة دي هيخرج برة ونقول بيساوي هنا بقى الخط ده كله معلوم خط ده كده معلوم هتبقى عبارة عن نمرة في وزن في سابت طبعا الوزن دايما بيكون عندي ايه باليارضة الطول باليارضة بيتحسب نقول نمرة في وزن في سابت تمام كده في الحالة بتاعت المسألة بتاعتنا هستعمل القانون بتاعتها طب تعالوا نشوف هيحلها ازاي ايه الطريقة دي هو قال لي هتبقى نمرة في وزن في سابت طيب تعالوا نقرأ المسألة ونبدأ عمليات الحالة هنا بيقول لي خيط يزن 32 ققية هنا في تحويل من حرير طبيعي مغزول نمرة عشرة حرير طبيعي مغزول برضو اوجد الطول باليارضة الحل بتاعي بقولي الطول باليارضة بيساوي الوزن بالرطل في النمرة في السابت مش هتفرق مين قبل مين المهم ان التلاتة يكونوا مع بعض في قلب القانون بتاعي الطول باليارضة هنا بيساوي هنمسك واحدة واحدة اول حاجة 32 ققية هنقسمها على 16 تحويل من يارض من رطل من ققية الرطل هسامنا على 16 في النمرة بتاعت عشرة موجودة في المسألة والخط ده الاول النوعه ايه حرير طبيعي مغزول يعني السابت بتاعه كام 840 ايه يارضة هنقول بيساوي 8400 يارضة يبقى الاتنين وتلاتين ققية دول اللي من نمرة عشرة كان طولهم لما جيت حسب 8400 يارضة ده طبعا الطول اللي موجود عندي او الطول اللي مفروض يكون اساسي عندي طب انا كده ده المثال ده قدرت احسب منه ايه احسب منه الطول تعالوا نشوف مجموعة تانية من الامثلة مثال تالت نشوف المثال ده هيطلب مني ايه بقول لخيط من الحرير المغزول يزن 800 جرام من نمرة 6 اوجد طول باليارضة هنا فيه جرام يعني هنا فيه تحويل عارفين من جرام لرات اللي بيساوي ايه 1 على 456 وده طبعا قلناه لكم في البداية في الحالة دي عندي تحويله في الوزن طب هنا هو طالب طول طالب طول يعني النمرة في الوزن في السابت ده طبعا القانون اللي كان معنا تعالوا نشوف الحال طول باليارضة بيساوي الوزن بالراتل في النمرة فيه طول الشلة أو السابت زي ما احنا بنسميه هيحط التمنمية وقسمه 453.18 نبدأ ايا كده 800 على 453.18 فيه النمرة عندي 6 وال6 دي طبعا حالي طبعا مغزول اللي يبقى السابت اللي يطلع عندي أو الطول الشلة هتطلع 840 كده هقدر احسب الطول على الالة بتاعتي هتساوي 8888 يارضة طبعا هو صدفة من الاركام شابه بعض لكن دي طبعا الحسابات بتاعتي بتمي بالشكل ده طبعا عشان اضرب على الالة طبعا لو الالة بتاعتي عادية انا بحط الكسر عليها على طول لو عايز احسب بشكل يدوي عندي الالة صغيرة او ماسك الموبايل بتاعه عايز احسب هتبقى الـ 800 على 436 بعد كده اضرب في 6 في 840 او اضرب 800 في 6 في 840 وفي النهاية اقسم على 453 و 56 في جميع الحالات هتطلع لي نفس الناتب طبعا احنا كده ماشيين واحدة واحدة مع بعض وبنحاول احنا ايه نعرف يعني ايه ترقيم انجليزي يعني ايه ترقيم بيتحسب على اساسه صمك فتلة تحسب على اساسه اطوال او زين كل ده احنا ماشيين مع بعض واحدة واحدة فيه عشان نقدر نغطيه بالشكل المطلوب طيب نشوف برضو مجموعة تانية من الامثلة معنا معنا المثال الجديد بيقول لي ايه بيقول لي خط طوله 640 متر ويزن 5 جرام اوجد نمرة الخط هنا بيقول لي بقى اخد بالك قبل ان نتبقى الحل 640 متر وزنهم كام 5 جرام ده هنا فيه تحويلة وهنا كمان فيه تحويلة خلي بالك وانا لما باجه حول بحول على طول ولا فيه قواعد للتحويل انا هنا عندي فيه قواعدة للتحويل مفروض ما دمت انا هحسب نمرة وده الجزء الاساسي بتاعي لازم اشوف الاول قواعد التحويل دي بتتم ازاي تعالوا نعوض بيها على الورق قبل ما نتقل للحل النهائي اللي موجود عندي على المسألة تعالوا نفسر الكلام ده ونشوف القانون الاساسي اللي هنشتغله ايه اول حاجة القانون الاساسي اللي هنشتغله بيه ده هيكون اسمه قانون النمرة قانون النمرة في الحالة دي بيساوي ايه طول باليرضة على الوزن بالرطل في السابت طيب تعالوا نفسر الكلام ده ونفك المسألة بتاعتنا على الورق ونشوف ازاي هنحط التحويلات بتاعتي بيقول لي بقى ايه هو انا طالب النمرة طبعا الشغال في حد طبيعي مغزول فبالتالي السابق بتاعته 840 النمرة بتساوي طول باليرضة على وزن رطل في 840 ده السابت تعالوا نفك المسألة ونقول انا عندي هنا 640 متر وعندي 5 جرام وزن وعندي سابت 840 مفيش اي لعبة في السابت الموضوع بسيط 640 والخمسة وهي اللي فيهم المشكلة 640 هنا هم قال لي عليهم ايه قال لي عليهم بالمتر تمام كده 640 دول ايه بالمتر واحنا قلنا المتر ميم يعني هنضرب في ايه ها ناس الشطرة اللي فاكرة هنضرب في 35 على 32 التحويلة دي تحويلت ايه تحويلت من متر ليرضة تمام كده يبقى انا حولت من متر ليرضة ضربت في 35 على 32 تمام كده طيب هنا بقى ايه لي الوزن الوزن هنا خمسة ايه خمسة جرام وانا عارف ان من جرام ليه رطل بأسم على 453 و 6 من 10 تمام كده 453 و 6 من 10 بس هنا مقام للمقام في مقام تاني للمقام قلنا مقام المقام دايما بيبقى ايه بيبقى بسط حضر بكل الكلام ده فوق في 453 و 6 من 10 وانسى ان دي كانت موجودة تحت تمام كده يبقى الشكل الجديد لقانون بتاعي او طريقة الحل بتاعتي يبقى 640 في 35 على الاتنين و 30 على الخمسة جرام في 840 وعندي 453 تحولة الجرام هتبقى دايما فوق طيب في تسهيل علينا عشان نقدر نفسر التحولات ازاي بان احنا بنشتغل عليها اول حاجة بالنسبة للتحولات بتاعتي انا محتاج ابقى فاهم التحولات بتحطي ازاي في الطول وفي الوزن تعالى عندي تحولة الوزن عشان نبقى فاهمينها ونقدر نحنا نحفظها او نبقى نقدر نتذكرها في اي وقت انا عندي هنا ايه عندي بيقول لي النمرة بتسيب طول باليارضة على وزن رطل تمام كده في سيبت بيقول لي حاجة بسيطة جدا جميع تحولات الوزن هنضربها فوق جميع تحولات الوزن هنحطها فوق يعني ربما تتا خبسين فوق بستة من عشرة بستاشر فوق مع عدد كيلو جرام هتتحطي تحت اللي هي اتنين علامة بيتين وخمسة ده طبعا هنفسره اكتر مع الشغل بتاعنا في الحلقات الجاية يمكن التحولات وضعها على القانون هنديها بشكل كده تبقى حفظه وعارفه تقدر حتى لو انت عارف العلاقة بين نوعين الوزن او نوعين الطول هتبقى عارف هتحط الأرقام ازاي على القانون عشان تقدر ان انت تحل بالشكل المطلوب طبعا احنا النهاردة استعرضنا جزء كبير جدا ومهم جدا عندي في مدى التراقيم وهي القانون واستنباطه وكمان طرق الحل عليه الحالات الجاية طبعا هنطور اكتر من المسائل بتاعتنا عشان ناخد تحولات اكتر ونقدر نحنا نتعلم ازاي نحسب تراقيم الخيوط وقتنا نخلص معاكم بسرعة في نهاية حلقتنا منتمنى لكم التوفيق ونشوفكم على كيف الحلقة الجاية وإلى اللقاء